يعني لنا هنا وقفة وانا هنا مش بتكلم على حد بعينه تماما انا بتكلم بشكل عام اي مسؤول في المنظومة الرياضية قبل ما يكون مسؤول لازم يكون حد عارف وواعي ليه اللي هو بيعمله للسلوك بتاعه ليه انا بقول الكلام ده علشان اي مشكلة بتثار انت مش بس المشكلة دي فيك انت لا ده انت بيتقال ان المنظومة الرياضية كلها في مصر بتسلك هذا السلوك فانت مش مسؤول على السلوك الشخصي بتاعك لا انت كمان مسؤول عن السلوك الخاص بالمنظومة الرياضية التي تنتمي اليها ليه انا بقول الكلام ده روي فوتوريا المدير الفني المنتخب المصري بيهدد اتحاد الكرة بالرحيل تاني روي فوتوريا المدير الفني للمنتخب المصري بيهدد بيئة الرحيل عن تولي ادارة المنتخب حال تكرار واقعة تسريب كواليس المنتخب ايه اللي حصل اللي حصل ان كابتن ايهاب الكومي عضو المجلس قام بالكشف عن تدخل فيتوريا لحل ازمة القيد في الزمالك روي فوتوريا حاول ان هو يقنع نادي سبورت انجليشبونة البرتغالي ان هو يعمل تقسيط للغرامة المفروضة على نادي الزمالك تمام فده كان في الكلوز ما كانش يعني للعوام ما كانش المنظوع ده اللي حصل ان كابتن الكومي نشر الموضوع ده الكلام ده وصل لي روي فوتوريا روي فوتوريا بيشن هجوم كبير جدا على عضو مجلس الاتحاد كرة القدم ايهاب الكومي واعتبر ده ان السبب واضح للوقيع ما بينه وما بين جمهور النادي الاهلي وطبعا هيدخل المنتخب في الفترة دي تحديدا في ازمة ما بين الناديين روي فوتوريا بيحذر عضاء المجلس اللي بيعملوا في المجال الاعلامي من عدم التطرق لأي اسرار لعدم التطرق لأي كواليس تتعلق به او بالمنتخب علشان ما يحصلش اي ازمات لي او للمنتخب في المرحلة الحساسة جدا اللي بيستعد فيها المنتخب لي بطولة امم افريقية وبيركز علشان يكون لي مردود رائع ويصل الى منصة التتويق بكأس الامم الافريقية افريقي اشتركوا في القناة